بداية خرج رئيس الاتحاد الجزائر الكوات القادم خيردين زيتي لأول مرة عن صمته بخصوص قضية إقصائه من حفل رئاسة الدولة لإصداء أوسمة الاستحقاق بعد إنجاز الكان وهذا في تصريحات إذاية اليوم خيردين زيتي أكد بأنه عاش الأمر بألم كبير بعدما تفاجأ من هذه الخطوة والتي أكد بأنه يجهل أسبابها لحد الآن ومضيفا بأنه فكر حتى في الاستقالة من منصبه أحاول لم أعدم حتى أكداً قبل أن أتكار وأن أكداً لم أعدم فعله؟ أحاول هناك في الدولة لأكد بأنه يوجد هذا القسم بعد الاجباد الأنثار المقاطع الذي أفضل أذي أن تشاهد الآن في حد التحدثيات في الزراجة الدولة ومن ثم ي Volksجال على قطعه السبب لأسنين مرت Lingard فالفتبو كانت مقالة في كل مكان لحظة كانت مقالة تقلق مع بعض المعارضة تقلقنا بعض المعارضة ويقفت بطريقة جدا تقلقنا بطريقة جدا في المنزل كانت مقالة وفي شكرا لقد كانت بطريقة جدا في هذه المشكلة. أعتقد جيدا. وأنا أعتقد أننا نعود لذلك. وأنا أعتقد أننا نعود لذلك. ونحن نعود لذلك. ونحن نعود لذلك. ونحن نعود لذلك. رئيس الفاف لم يتوانا في السير على نفس خطة مدربية جمال بالماضي من خلال فتح النار على بعض الإعلاميين والمحليلين الذين أكدوا أنهم فاشلون ويفرحون لنشر الفتنة على حديث عبير. وأنا لم يتصل الأفاضل على زيارة العديدة ولكن أنا أسألين جزائلين من التجاريين من أي عائلين من أجلز الفتنة على دعوير ويسألين من أجل من أجل الفتنة على زيارة وتعلم على فتنة على المدربين ويسألين طرف لذلك. ترجمة نانسانية ومترده في كلب صفحة ومترده جمالي اليوم ماهو لقد رسمه بهذا كلب صفحة عن جمالي لا زادشي أكد في سياق آخر لأنه ابن كرة القدم ويرفض القيام بأي أمور سياسية من قلال منصبه الحالي كرئيس للفاف الذي طالب أن يكون دائما في متناول أبناء الكرة ونفس الأمر بالنسبة لباقي الهيئة رياضية موسيقى 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 موسيقى